بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمنسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزاء الطلاب أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة معكم أنا جهاد البوريني ورح نكمل معكم شرح الكيميا العضوية اليوم رح نشرح confirmation of cyclokene و confirmation of alkene طيب الآن الألكان أخذنا كيف تصبح confirmation وتكون rotation و flipping ولف ودوران وقود يلعب الذرات الكربون حوالينها وذرات هيدروجين تتلفلف الآن برضو كمان في confirmation للألكين لكن انتبه وركز معي شو رح أحكيه إنه الألكين محشور ماسك حاله ممثوق برابطة ثنائية يعني تلاقي الرابط الثنائي بكل بشيت ومش قدر يتحرك لكن الألكان كان حر للحركة بقدر يتحرك إنه الرابطة أحادية وسهل يتحرك لكن الألكين عنده مشكلة إنه لازم يصير في عنده كسر للرابطة لازم يكون في عنده تكوين من جديد الرابطة لازم يكون في عنده فك و فك و كسر وتركيب تمام الآن ال confirmation of alkene زي ما احنا رح نحكي إنه في عندي نوعين ال confirmation of alkene في عندي موضوع السيس اللي هو السيستر زي ما كنا نحكي ثخوات وبتهاوشن ونحكي عن ال trans ونحكي كمان برضو هذا النوع الأول والنوع الثاني ال E Z confirmation هذول نوعين ومخصصات وسهلات وما بذيقنا لأنه سهلات وخففات على المعجل طيب ماشي يلا السيس والترانس السيس والترانس زي ما أخذنا قبل نفس المبدأ رابطة ثنائية بس بالاختلاف لنه بكون في رابطة ثنائية بالنص ويكون في عندك خوات بالتهاوشن مع بعض بيعتمد على الستابيليتي إذن أول نوع اللي رح نحكي فيه اللي هو سيس والترانس زي السيس هاي اللي زي السيستر حكينا بكون في عندك سيم صايد ديكون الفنتين نفس الاتجاه والترانس ديكون أوبسيت صايد يعني عكس الاتجاه خلينا نشوف مثال زي ما احنا شايفين هون هاي يوتو هاي عندي رابطة ثنائية زي ما احنا شايفين تعال يا جلو تعال يلا هاي رابطة ثنائية بالنص هاي ذرة كربون ذرة الكربون هاي مرتبطة بالسي احي ثري هون شايفيني السي احي ثري هون؟ ايوتها بعيدة عن الثاني بيش بهم بعض اه بيش بهم بعض نفس مواقع الارتباط اه نفس مواقع الارتباط وبعاد عن بعض شو منسميها؟ عفاً هاي رح تكون ترانس ايش رح تكون؟ ترانس لأنها مختلفة في الاتجاهات لكن هاي في عكس اتجاه هذا الذرة الهايدروجين لما أنها مختلفة في الاتجاه إذن راح تكون عندك less energy, more stable هنا لا والله خوات هايوتهم بتهاوشن قاعدات في الغرفة بتنقر نقر ونقر وجهن بوجه بعض ع نفس التخد كمان يلا ها وهي كمان الخواتينتين بيشبهن بعض وبتهاوشن مع بعض هاي راح يكون عندها more energy لأنه عندنا طاقة كثيرة بفرغوين عبعض وعندها دي يكون عندك more strain ورح يكون عندك less stable أقل استقرار تمام إذن cis و trans موضوع كثير سهل وبسيط ممكن يكون في الالكين زي ما حكينا قبل ممكن يكون في السايكلوالكين عفوا بس وفي عندك كمان في الالكين طيب EZ عفكرة EZ موضوع كثير معقد موضوع كثير بوجع الراس يعني E و Z ومش فاهم شو بدأ علمك طريقة سهلة وزي ما احنا متعودين بساطة وبكل سهولة نعطيك الموضوع بكل سهولة وبساطة ويكمن فتحنا الحلوة طيب EZ موجود في الالكين بس طيب هسا في عندك كلمة E و كلمة Z E معناها انت جنجن انت جنجن هاي الموضوع هاذا مش كلمة بالانجليز هاي كلمة في الاغريقي والله اعلم من وين اجت انت جنجن طيب اعلى اولوية اعلى اولوية اصحة عربي انا عملية هاي كلمة اعلى اولوية في مانا اكبر كلمة اعلى اولوية يعني اكبر اكبر كتلة مولية اكبر كتلة مولية إيه! رجعنى للكتال المولية! ها سأعرضك ما يعني الكتال المولية و مين الأكبر و مين الأصغر في جدول الصغير هيك حلو بسيط! طيب تمام! Z التي هي Z ذو سيمان سأختصر لك Z في زيم زايد ماذا؟ زيم زايد! هاي اختصار إليك! زيم زايد يعني زي Same side ما يعني كلمة same side في نفس الاتجاه اذا زي زيم زايد يحفظ للز بتعرف أنه إيه عكسها اذا كانت الثنتين لاعلى بايوريتي يعني عندك الاربطين ذقل فوق اقبال بعض privilege 1.훈い فوق و 1.훈い في فوق Aku le et purchasing Fog هاي real place A good fog و هاي reform إذا راح تكون Z ب Branch Z فوق و 1 داخل أsoldre E ولانها غير توجد بالتجاه تمام وارجيني مثال على فكرة هذا الموضوع بقربطك أج Star طريقة حلوة لهاي وطبعا شرحته شرحوا كثير بشرحه بطريقة معينة ممكن يكون غريبة شوي عليك ممكن ما تفهمه ممكن ما تطبق صح رح أشرح لك إياه في الطريقة الصح والطريقة اللي بتخصنا إحنا بس ركز معي شوف كيف دك تحل الزد والإي رح يجيب لك سؤال زي هاي بسير يقول لك إيش الكونفرميشن لإلها مبدئيا ما في عندي سيس وترانس نهائي لأنها بين هاي مش بس إيثين وحواليها هيدروجينات وواضحة لا ركز معي شو كيف دك تحل جائلا بتجيب مربع تعرفوا المربع؟ اه منعرفوا يا حبيبي بنعرفوا! هاي المربع حوالي نوفر ربط ثني باهد ما حطيناها الشو تك تعمل يلا قولي بعدين أو legate Projekt بيوريتي يعني أعلى كتلة مولية PR أعلى وأذق للمركبات أنا أن أدرسها بعدين يأتي قادة S ثم هو edge وص لأنه حسب الكتلة مولية إن شاءت مين تقلد الكتلة المولية إ스트� أعلى من الكربونات ركز مع أود مربع حوالوock الرأب الثنائي بعدين تضع دائرة حوالي الزرات الثقيلة بعدين هذه الرابطة هذه نقطة انقسمت لنصين وهي واحدة وهي ثنتين هذه الثقيلة من النص التحتاني وهي الثقيل لفوق شايفين الثقيل هذا فوق وهذا ثقيل فوق تمام؟ هذه الثقيل لأن الـ OH أكيد أثقل من الكربون الـ OH أثقل من الكربون زي ما هو موجود تحت في الجدول تمام؟ إذن الثقيل فوق والثقيل تحت ايش لأكون بحكي؟ يعني عكس بعض مش زي مزايد شو ديكون هيك بسميه تمام؟ روح لي على المثال الثاني واللي راح يفهمك الموضوع ويكون ممكن يكون تشوفه هاذ أصعب مثال بتشوف ما أسهله ركز معاي شوي شوي أول إشي شايفين هاي الرابطة؟ هاي رابطة ثنائية حطينا مربع عرفنا السيستم يلا هسا هاي طرفها مربوطة بثنتين واحد اثنين يلا مين الذقيل؟ السيئل ولا البي آر ارجع معاي على الجدول ونشوف مين الأذقل يلا شايفين البي آر؟ أذقل من السيئل فمين الذقيلة؟ يلا خنحط عليها مربع دائرة ام ديليت هاي يلا هاي المربع حوالي الرابطة الثنائية وهاي الذقيلة هاي ايش؟ ذقيل هذا الذقيل أذقل من الكلور طيب هذا الذقيل خليه عنده يلا هاي انتبه هاي هنا في عندي نقطة رح يتفرع على ثنتين بتفرع على مين؟ اذا وصلنا لرأس يعني زاوية اذا بحكي عن ذرة كربون وتفرع على الرابطة الثانية اذا هون وقف بس هون وقف شو هاي؟ كربونة كربونة طب ثنتين تشابهن مين الذقيل؟ ما بعرف طب ايش اعمل؟ ما بعرف طب ايش اساوي؟ لا بعرف هاي ذرة الكربون نفسها هاي الكربونة برضو مربوطة بكربونتين طب الكربونتين هذول بزودن وزنها لكن هي مربوطة في ذرة كربون وحدة هيوتها إذن مين الاذقيل رح يكون؟ هاي رح تكون اذقل يعني هاي لذقيل هاي محي؟ هاي محيants هاذ سيكون لذكيل هاذس سيكون لذجيل لذقيل. شايفين لذقال الثنتين في نفس الاتجاه زيم زايد يعني زي سيم صايد يعني نفس الاتجاه. إذا شو ده كون زيد الكين. واضح الفكرة بسيطة وسهلة. انتبه وركز وعيد أكثر من مرة. واسمع أنا شو بحكي عشان تفهم الموضوع. زيم زايد نفس الاتجاه حسب البيوريتي حسب الكتلة المولية. إذا موضوحها كثير سهل. طيب خلينا نشوف مثال كمان على هذا الموضوع أكثر. يلا خلينا نفهم أكثر في هذا المثال ونشوف إيش ممكن زيم زايد والإي. يفاهمنا أكثر لأنه هو موضوع كثير مهم الكونفرميشن وفعلكي. ركز معاي شو رح ينصير. أول شي بحط مربع حوالين الكربونة. هاي حطيت مربع حوالين ربط الثنائية. موضوعي بسيط بسيط. بعدين هاي في عندي هون كربونة شايفينها هاي كربونة آه هاي زاوية كربونة. هاي ايش في عندي هون برضو كربونة. يلا روح على هاي الجهة. هاي الذرة مربوطة في كربونة هون. هون شو ديكون أكيد ديكون هون موجود أكيد أكيد أكيد. ممكن ما يكتب لك إياها. يلا مين الذقيل فيهم؟ مين الذقيل فيهم؟ دغري بقول لك الذقيل اللي هو الكربون أذقل من الهايدروجين. إذن هاذا ايش ديسميه ذقيل؟ ديسميه ذقيل. يلا روح لي على هاي النقطة. قارن معاي هاي اللون البرتقالي. يلا أورنجي. يلا. هاي الأورنجي معاي. هاي ذرة الكربون. هاي كربونة مربوطة بمين؟ هاي ذا ذقيل. وهذا راح يكون ذقيل. بما إنه زي مزايد إذن هاي راح يكون زد الكين. تمام؟ سهلة؟ بسيطة. يلا كمان مثال. ما فيمناش. خلينا نشوف من هذا المثال. بحط مربع حوليني الرابطة الثنائية. في عندي هون كربونة. عندي هاي الكربونة. هاي الكربونة تتفرع لثنتين. هاي الكربونة أكيد تتفرع لثنتين. شايفين هاي الكربونة تفرعت لكربون. وتفرعت أكيد لهايدروجين. مين الأذقل؟ مرة ثانية. أكيد الأذقل برت الكربون. هذا ثقيل. يلا. روح الجهة الثانية. الجهة الثانية تفرع عندي كربون. وتفرع عندي كربون. تشابه. مين الأذقل؟ إذن بما إنه الثنتين تساون بتروح بتشوف البعديها. بتلاحظ إنه هاي كربونة بس. لكن هاي الكربونة مربوطة في كربونة. ومربوطة في كربونة. ومربوطة في كربونة. ومربوطة في كربونة. مربوطة في ثلاث كربونات. ثري كاربون إذن مين الأذقل المربوطة فيها ثلاث كربونات والكربون اللي حالها أكيد هاي أذقل إذن هاي رح تكون الجهة اللي لفوق ثقيل ثقيل جبنا حرفي جديد يلا ثقيل لاحظ معي أنه الأذقيل تحت واثقيل فوق مش نفس الاتجاه إذن إيش رح يكون مش زمزايد يعني إي إي ألكين مية مية موضوعي بسيط وسهل يلا كمان مثال يلا يا حلوين وشوفوا لي هذا المثال وحاولوا وقفوا وجربوا أنتوا حلوا السؤال بكل بساطة أول إشي بحط مربع حولين الرابطة الثنائية حولين الرابطة الثنائية في عندي هون كربوني وعندي هون كربوني بدي أشوف شوفي حواليها طبيعي هاي الكربوني حواليها هون ذرة كربون وعندي هون أكيد هايدروجين يلا هاي جهة اللي من تحت مين اللي أذقل هاي ولا هون أكيد الكربوني أذقل هذا اللي ثقيل هنا يوجد الارتبط في كربوني هناك مربوطة في كربوني لا يحدث في هذه الحالة هناك تفرع هنا مربوطة فيها دغري في هذه الحالة هناك كربوني لا المربوطة هنا في الربط الثنائي هناك كربوني من أثقال هيدروجيني هاي أو الكربوني هاي؟ أكيد الكربوني هاي الثقيل مش تروح تقارن اللي بين هذول؟ لا أنا بحكي حوالي الربطة الثنائية بس الكربوني المربوطة في الربطة الثنائية إذا شايفين الثقيل فوق والثقيل تحت من اللي يكون عاييه تجاه مش نفس الزيمزايد؟ إذا يكون إي ألكين إي ألكين بسيط وسهل إي ألكين إذا الموضوع كثير سهل؟ طيب لا خلينا نشوف كما المثال خليه نتمكن مظبوط مظبوط خلينا نقفلها العلامة إحنا نظلنا هيك نتعلم على الفاضي لا ننقفل ونجيب رموز عالية ركز معي بهذا المثال خطواتي سهلة حاول جرب معي بحط مربع زي اللي عبصارات بحط مربع حولين رابطة الثنائية بعدين يلا بمشي شوي شوي هاي يلا لان ذرت الكربوني المربوطة في الرابطة الثنائية هيوتها وهي ذرت الكربوني المربوطة في الرابطة الثنائية هيوتها يلا هاي رح تتفرع على جزئيتين جزئية هون جزئية هون كل رأس رح يكون كربوني إذن هاي كربوني وهاي كربوني لاحظ انه تكرر معاي نفس الاشي لما انه تكرر معاي نفس الاشي أنا ما بعرف مين الكبير فعكيف ادي اعرف بدأ يشوف شو المربوط فيها بتلاحظ انه هاذ مرتبط في كربوني 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 ثري كاربوني يعني اربع ثلاث كربونات لكن هذا مرتبط في كربون كربون 2 كاربون 2 كاربون مين اللي ذقيل؟ كربونتين ولا ثلاث مع كثير حبات تفاح وحبتين تفاح مين لا ثقل أكيد ثلاث حبات تفاح إذن هذا رح يكون لذقيل هذا ذقيل 100 مية طيب روح الجهة الثانية يلا نغير لكم هيك السيستم نلوني لكم ونزبطكم شايفين ذرة الكربون هاي؟ ذرة الكربون هاي انقسمت لنصين لكربوني هون وكربوني هون 100 مية طيب بما انه تكررت الكربونتين هاي مين الأذقل؟ كيف دعرف بعتمد علم يرتبط فيها لاحظ انه يرتبط في سايكل مين الأكبر؟ السايكل هاي اللي هي 1 2 3 4 5 6 اللي بتحتوي على 6 كاربون ولا اللي بتحتوي على 1 2 3 4 4 كاربون مين الأذقل؟ هاي اللي ماسكي اخوانها الستة بيدها ولا هاي اللي ماسكي اخوانها الأربعة بيدها؟ أكيد هاي أذقل إذن هاي رح تكون أثقل وبما انهن الثنتين لتحت هاي تحت وهاي تحت بما نفس الاتجاه إذن رح تكون زي مزايد إذن زي ال كين وهيكا صرنا احنا مبدعين في الـ E و Z بكل أمثلتها و الـ confirmation of الكن كثير سهل وبسيط لأنه محدود الـ E و Z بيجي عليه أسئلة كثير مهمة أسئلة كثيرة يعني متعددة الأسئلة عليه و متعددة الأفكار هيك أنا شملت كل الأفكار ممكن تكون موجودة رح يكون فيك كمان برضو أوراق عمل بعيد و بكرر في أوراق عمل في امتحانات لاختبار نفسك و هيك بيكون أنهينا محاضرتنا لهذا اليوم ويعطيكم ألف أخي والسلام عليكم ورحمة الله